خصوص يعني الكلمات النبياء والخادشة للحياء اللي كانت موضوع نقاش مجتمعي طويل عريض أولا الحكومة ترفض هذا النزوح نحو خادش الحياء وتعتبره بسلوكا غير مقبول والسيد الوزير المعني بالقطاع أنا تحدثت إليه يعني لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن هاتش نطبعوا معه ولا نقبله وسوف يتم العمل على اتخاذ كل إجراءات من أجل لا يتكرر يعني هاد السلوكات اللي مغربا ما ملفينش بها خاصة أن الفضاء هو فضاء عام ويحق للمغاربة أن يستمتعوا به هما والعائلة ديالهم والأبناء ديالهم وطبعا في جو من الاحترام ومن التقيود بالأخلاق العامة كما يعرفها المغاربة في عائلتهم وفي أوساطهم العائلية الآن الموضوع ديال هاد الموضوع ديال هاد المهرجان هادا نضم في إطاري واحد للتصفاقية مع مؤسسة مسؤولة على التنشيط فكان طبيعي جدا أن الوزارة تدخل في شاركة مع هذه المؤسسة الهدف طبعا هو أنه الفطرة هي فطرة صيف وهي فطرة ديال يعني ديال الاحتفالات عموما فكل هدف هو أنه يعني الوزارات سهم بجربتها يعني نظرا لأنها تشرف على هذا القطع هذا ديال الفن والثقافي لغير ذلك وتعطى هذه المناسبة للساكينة ديال الرباط وعموما للساكينة ديال يعني جميع المناطق فهذا ما عندوش على قبل برامج التي تدبرها الحكومة ولا هذا القطع هذا الوصي أنت تعرف ذلك لأنك طلعت على الرقم وطلعت على الاتفاقية التي قدمت طبعا الحكومة والسيد رئيس الحكومة أصدر منشورا وهذا المنشور يؤكد على التقشف طبعا تقشف في ماذا؟ تقشف في جميع النفقات العمومية للحكومة اللي ما عندهش فائدة أولا اليوم يمكن أن نؤجلها أولا نستغنيو علىها فالحكومة وطبعا جميع أعضاء الحكومة يطبقون هذا المنشور ويتقيادون بكل مقتضيات اللي يجاد فيه ما تنسوش تقابونا وفلاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد اليام 24 عيونكم التي لا تنام